وأوضح الرئيس سيسي أنه استعرض مع رئيس وزراء اليابان ما تشهده الساحة الدولية اليوم من تحديات وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية ونوه الرئيس سيسي إلى تأكيده لرئيس وزراء اليابان تطلع مصر إلى العمل مع شركاء التنمية وفي مقدمتهم اليابان لقد كانت النقاشات إيجابية وبناءة حيث استعرضنا ما تشهد الساحة الدولية اليوم من تحديات وبشكل خاص ما خلفته الأزمة الأوكرانية من تبعات اقتصادية هائلة على الدول النامية فقط ما أحدثته جائحة كورونا من ارتفاع في معدلات التضخم وأسعار الطاقة والغزاء وتوقعات بتراجع معدل النمو حيث أكدت دولة رئيس الوزراء تطلعنا إلى أن يعمل شركاء التنمية وفي المقدمة اليابان كونها دولة رائدة في الإسهام التنموي العالمي وفي ظل رئيساتها الحالية لمجموعة الدول الصناعية السابع الكبرى من أجل أن تحظى تلك التحديات الاقتصادية الملحة بذات قدر الاهتمام بالجوانب السياسية والأمنية للأزمة الأوكرانية التي نأمل أن يتم التوصل لتسوية لها وذلك من خلال بحث سبل تخفيف وطرة التحديات الاستثنائية الملقاة على عاطق العديد من الدول النامية ترجمة نانسي قنقر